أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصا مصر على التنسيق والتشاور على نحو المستمر مع الأشيقاء في الدول العربية ذلك لبحث مختلف القضايا المشتركة وتعزيز التعاون العربي جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعية حيث أكد مواصلة انعقاد الاجتماعات الخاصة بالإعداد للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ المقرر في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ وخلال الاجتماع أيضا كلف رئيس الوزراء كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطي من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر